أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حرص مصر على تعزيز التعاون بين مصر وغينيا الاستوائية في مختلف المجالات سواء على المستويين الثنائي أو القري لسيما ما يتعلق بتعزيز التجارة والاستثمارات البينية بين الدول الأفريقية وصون السلم والأمن القري وخلال استقباله رئيسة مجلس الشيوخ لجمهورية غينيا الاستوائية تريزا إفوا أسونجونو طلب الرئيس السيسي نقل تحياته إلى الرئيس تيودورو أوبيانج مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها غينيا الاستوائية وصرح متحدث الرئاسة بأن أسونجونو سلمت رسالة خطية إلى الرئيس السيسي من الرئيس أوبيانج تدمنت الإعراب عن التقدير العميق للمصر والقيادة المصرية وتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة في ضوء جهود مصر لتلبية تطلعات الشعوب الأفريقية نحو الاستقرار والتنمية والازدهار ومساهمتها الفعالة في دفع العمل الأفريقي المشترك كما شهد اللقاء التباحثة بشأن يسبو لتعزيز أفاق العلاقات الثنائية خاصة على الصعيد البرلماني إلى جانب تعزيز الاستثمارات المصرية في غينيا الاستوائية والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين فضلا عن دعم تطوير وبناء القدرات والكوادر للأشقاء في غينيا الاستوائية في مختلف القطاعات